وأشار مدبولي إلى أنه منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من انخفاض في النمو وارتفاع معدلات البطالة وأضف مدبولي أن هذه المشكلات تفاقمت بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي تضحت بفقداني الاحتياطي النقضي الأجنبية جاءت فترة الاضطرابات السياسية وصورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل ويمكن أنا حابب هنا أخذ كوتس من البنك الدولي وسندوق النقد الدولي في 2015 وأرجو حضركم تقروهم اللي بيقولوا طبعاً يمكن أنا حاخد حتى الجزء الخاص بالسندوق مرت مصر بفترة تغيير جزري فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضاً بالتحديات الكبيرة ومنذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطين النقدي الأجنبي